و هلأ مشاهدين بهذه الفقرة الحوارية راح نكون فيها مع الرياضة و أهمية الرياضة فعلا لحتى نحن نكون بحالة صحية سليمة و أيضا جسدية و نفسية سليمة يعني قدي كثير مهم فعلا اليوم نحن نمارس الرياضة بشكل صحيح و أيضا المثالي لحتى نحن نستفيد و نحصل على النتيجة المثالية و خصوصي بعض اللاعبين الرياضيين اللي بيمارسوا التمارين الرياضية الصعبة يعني مثل الله ممكن كمال الأجسام أو طبعا أي الرياضة ممكن تعتمد على الآلات الحديدية خلونا طبعا بهذه الفقرة نعرف تفاصيل أكثر من الكوتش عامر خليل متواجد معنا بالستوديو لحتى نتحدث عن الإصابات الرياضية بين الوقاية والعلاج و هذا كثير مهم فعلا نحن نحمي أجسامنا و نعمل وقاية لحالنا لحتى نحمي أنفسنا من الإصابات الرياضة الممكن أن تكون صعبة وتسبب خطر لألنا يسعد صباحا كوتش يسعد صباحا أهلا وسهلا فيك لليوم يعني فعلا هو مضوع كتير مهم نحن لازم فعلا ندقق و نحكي يعني بكتير تفاصيل عنه لحتى نحن نعمل حماية لحالنا و ما طبعا ننصاب بأي إصابة رياضية لا سمح الله فبالبداية يعني خلينا نحكي طبعا كوتش عن ممكن يعني يتعرض اللاعب لإصابة رياضية أثناء التمرين يعني كيف ممكن يتعرض لهذا الإصابة طبعا هلا بجميع الرياضات ما بس برياضة بناء الأجسام أو الطابة أو الألعاب الغتالية كتير معرض اللاعب ليتعرض لإصابة رياضية بأداء التمرين بجميع الرياضات فهو اللاعب متعرض للإصابة الرياضية حتمة تماما نحن نقول نحن بالنسبة للألعاب الحديدية يعني ممكن هي تكون شوي نوعا ما صعبة أو مخطرة أكتر يعني باتبار أن في استخدام آلات ثقيلة يعني هذا الموضوع نحن كتير لازم فعلا ننتبه عليه ونكون دقيقين لهيك كوتش خلينا طبعا نعرف شو ممكن تكون هي أسباب الإصابات الرياضية يعني إذا لا سمح الله اللاعب صار معه إصابة رياضية شو بيكون السبب؟ هل الاستخدام الخاطئ للآلات الرياضية يعني تنفيذ التمرين بشكل خاطئ فكتير هو شيء كتير هو شيء معرض للإصابة استخدام المنشطات كمان لعبين بناء الأجسام كتير بتعرضون للإصابة عدم المراقبة من المدربين طماما إذا عم ينفذ التمرين بالشكل الصحيح كمان اللاعبين موجودي كتير بالصلاة الرياضية بشوفوا مثلا تمرين معين على النات إنو نحن بدنا نخلدوا له هذا التمرين كون اللاعب مبتدئ لسه هو والعم يلعبوا لعب محترف فبيعملوا للتمرين بشكل خاطئ ياما ما بيكون حاطلوا يوم مدربوا بالخطة التدريبية يعني ما عنده القوة البدنية لينفذ هذا التمرين فكتير هذه الأمور بتعرضون للإصابة بتكون يعني هيدا الأخطاء الشائعة أكتر شيء كوتش كيف أنت بتتابع هيدا الموضوع يعني كيف ترائب لعبينك هلأ ممكن يجوا بعض اللاعبين يقولوا لك أو هني حابين فورا يحصلوا على نتيجة مثالية بسرعة فهيك بيمارسوا بعض التمرين ممكن تكون جائرة أو قاسية على إرسامهم فأنت كيف بتلاحقون بهيدا الموضوع بتقدر كمان تلاحق هالعدد اللي بيكون موجود عندك طبعا هلا أغلبية الصلاة الرياضية صار منشان هيدا المواضع فيها كذا كواتش والكل بيكونوا متفقين على خطة معينة للتدريب بنبلش مع كل اللاعب مثلا بخطة معينة تدريجيا من الصفر وهو يطالع قوته البدنية بتختلف من اللاعب لآخر تمارينه حسب إذا هو متخدم جديد أول مرة بالعب الرياضة الأمراض بنسأله شو عنده أمراض ممكن عالم عنده أمراض خلقية ممكن عالم نتيجة كسور ممكن عالم رضوط فبدنا كل هيدا الأمور نحطها بالعين ونحط خطة لهذا الشي كله وعهذا الأساس منحط الخطة التدريبية مع مراقبته اللي تنفيذهم بشكل صحيح تحطوا البرنامج التدريبي المناسب لإله مع المراقبة المستمرة تمام الإصابات كواتش ممكن يعني تكون هي مؤقتة أو ممكن تكون دائمة يعني ممكن لا سمح الله أنه ناس تصير معا خلينا نقول إصابة دائمة يعني ينعطبوا خلينا نقول من وراء الرياضة مبقفين ممكن إصابات ظهرية ممكن إصابات بمفاصل أو إلى آخره أنت أكد كواتش به هذه الإصابات الرياضية هي كتير خطيرة إصابات الرياضية ممكن تصيب اللاعب محترف ممكن تصيب طفل عم يلعب كرة خدم والإصابات غالبا بتكون مثلا بالعضلات آلم بالعضلات آلم بالعظام كسور بالمفاصل ممكن تكون هذه دائمة يعني أي إصابة هي عائخ لما بدوا يصر فيه كسر فدائما بدوا هذا الكسر بأي تمرين بدوا يعمل له إعاقة لحركة معينة ممكن يعاني منها لبعدين تماما فممكن اللاعب يخسر مستقبل ورياضي من ورعك إصابة لهيك لازم يكونوا حذرين فعلا بأي لعبة رياضية بأي لعبة رياضية بأي لعبة رياضية بأي لعبة رياضية هذه الإصابات كوتش يعني كيف نحن نقدر فعلا نعالجها يعني إذا كانت إصابة عضلية أو إصابة كسور أو يعني أي إصابة أخرى ممكن ينصاب فيها اللاعب خلينا نحكي عن طرق العلاج يعني شو لازم هن يتصرفوا هلا أول شيء أثناء الإصابة لازم نوقف عن التمرين وهيدي أهم شيء وخطأ شائع يعني اللاعب عم يكون مصابع مقول لا أنا خادر إلعاب أنا إذا لعبت إذا بوقف التمرين بدي إتراجع لا هو لازم يوقف مشان ما تصير الإصابة دائمة يعني تكون الإصابة مؤقتة بناخد مثلا راحة يومين ثلاثة أربع حسب الإصابة على هذا الأساس هيد كتير مهمة الراحة تمام ممكن في طرق معينة مثلا طرق فيزيائية نلتج إلى حسب الإصابة ممكن تكون الإصابة كسور بدنا نسبت للطرف مثلا حركة معينة هون بتصير مهمة الطبيب هاي بتصير بقى فعلا نحن مكون بحاجة لحصائيين نحن حسب بدنا نشوف الإصابة شو هي نوع الإصابة وعلى أساس العلاج هلأ نحنا كوتش عم تابع بعض الصور ياريتل بس لو نرجع عن بعض الصور ببعض التمرين الخاطئة والوضعيات الخاطئة الممكن يستخدموها بعض اللاعبين يعني في عنا هيدا الصورة كوتش هون في ممكن ألم عضلي على ما يبدو نشوف هلا هون مثلا أداء التمرين بشكل الخاطئ الصورة اللي السابقة نعم هاي صورة تانية مثلا هيدا الصورة اللي نفترض مثلا بيلعبوا التمرين لما حركة التمرين هو وزن معين بصير هون يضغط على المعصة فبنتيجة الضغط على المعصة بتسبب آلام ممكن تكون دائمة مع تكرار التمرين لفترات معينة فياخذ الوضعية الصحيحة هيدا الوضعية كوش هيدا الوضعية كمان بتأثر على الكوع العظام بشكل عام لازم نسبت الكوع يكون ثابت ما في أي حركة بالتمرين أداء التمرين بشكل صحيح وهون مهمة المدرب هو عم شفله التمرين إذا صحيح تمام نشوفها معالي الصورة اللي بعدها كمان حتى نحكي عن بعض الوضعيات الصحيحة ونتفادى الوضعيات الخاطئة لحتى نحنا نقدر نتفادى الإصابات كمان إذا في تمرير بعض الصور هيدا كمان حكينا عنها هيدا كوش هون الطريقة الصحيحة والطريقة الخاطئة تمام نحنا جربت مقارنة بين الصحيح والخاطئ قد كتير مهم فعلا نحنا نلتزم بالوضعيات يعني كوش يعني مثلا هنا ممكن تمرين خاطئ ما فقط يعني بس بالآلات الحديدية ممكن بعض التمرين الأرضية البسيطة ممكن يكون وضعية خاطئات سبب لإصابة هون اللاعب لازم يكون كمان متعاون مع المدرب يوسق فيه بالتمرين بالخطة التدريبية ما لازم نقلد اللاعب المتقدم بالصالة لو كان انو شوفني عم يعمل تمرين معين وهي دي كتير كتير عم يعملوا اللاعب انو عمل هذا اللاعب هاد التمرين انا بدي خلده انا بدي اعمل مثله شاف عناه التمرين معين انو انا بدي اعمله لا ما بصير فيه خطة تدريبية بالتدريج ممكن يعمل له إصابة ممكن عم يلعبه لحاله وما شايفو الكوش لقيله فهي سبب له إصابة لازم ينتبه ماذا هذه الوضعية هون يمكننا هذه للسيدات السيدات او رجال ممكن لتنين بس هلا هم تخدموا سيدات اكتر يمكن السكوات هو اساسي بس السيدات انو بياخدوه تمرين اساسي بس هي للسيدات و للرشان اكيد اكيد هي التمرين بتكون تماما هلا هون مثلا الظهر لازم يكون اخذين وضعية صحيحة الظهر مشدود مسكة السيخ كمان نفسه كانت بهلاك التمرين والمعصم لازم يكون مشدود ممكن مثلا الطريقة الخاصة تسبب اعلام بأسفل الظهر تكون دائما صحيح يعني ممكن هاي الوضعية ابدا ما ناخد نتيجة هاي اولا وسعني ممكن سبب لنا اصابات اولا ما ناخد نتيجة ثانيا حتما ما هتسبب اصابة حتما يعني هكت موضوع يعني اجبار الاصابة فيه تمام يعني بالنسبة كوتش يعني هاي الوضعيات يعني كتير مهم فعلا يركزوا عليها عشان ما يتصير اخطاء ونحصل نحن على نتيجة ممتازة في حال يعني ايجاك خلينا نقول لاعب عنيد يعني انه انا بدي مباشرة النتيجة او اتصرف ممكن انتو تتحملوا يعني هيدا المسئولية ولا لا هو يعني مسئول عن العند طبعه خلينا نقوله اغلب اللاعبين ان كانوا صبايا ولا شباب بيجوا انه كوتش كم شهر بدي لحظ تصير كوتش انه بدي صير بسرعة كوتش نزلت لفلان انه صار بخمس شهور انا مصرت بخمس شهور هون بتعود مثلا الجينات الوراسية لللاعب فبتسرع مثلا في ناس جينات الوراسية هي انه بتحفز جسمه يصير فبتكون طريقة التحسن عندها اكتر من الشخص التاني فاللاعب بده نفسه بفكر اذا لعب نفسه انه صار مثله اذا طور التمرين بسرعة انه صار نفسه فانحنا منفوت مع كل اللاعب حسب قوته البدنية بالتمرين وحسب ستايل الجسم وشو لازمه تماما وحسب كمان طبيعت الجسم يعني ممكن انا استفيد من هيدا التمرين خلال فترة اسبوع خلينا اقول غيري ما يستفاد ممكن بشهر او العكس تماما في وقت معين البرنامج تدريبه صحيح وفق البرنامج التدريب المناسب لكل جسم اكيد يعني ما ممكن البرنامج يعني خلينا اقول هاي لكل طبعا مشاهدين او لك اللي بيحبوا يلعبوا الرياضة انه البرنامج ما نواحد لكل اللاعبين انه ما كل جسم له طبيعة خاصة وبرنامج خاص فيه تمام بالنسبة من نجع كمان الاصابات كوتش يعني خلينا نحكي على كمان نقطة كتير مهمة هي فترة الراحة او النقاها يعني في حال الاصابة تم العلاج قد ممكن نقاها وراحة على الاصابة هون مثلا نحط نحنا الراحة مهمة بشكل عام خاصة للاعبنا على الاجسام هاي دي حتما لازم يكون فيه راحة عنده وزا فيه اصابة ولا ما فيه اصابة ليش لانما نحنا منلعب لنفترض عضلة صغيرة فصير تمزقات بالعضلة هون بدنا استشفاء عضلة مثلا العضلات الصغيرة لنفترض مثلا عضلات اليدين بدون استشفاء عضلية 48 ساعين يومين ما بصر نلعب ايدين لعبنا التمرين بدون راحة لنفترض العبنا مثلا اجرين هادون عضلات كبيرة مثلا هن والزهر بدون راحة من 3 ل 4 تيام ما لازم نمررهم إذا لعبنا هن بينما لما بيكون فيه اصابة وقالت ليك بالطرق العلاجية لازم نوقف عن التمرين حتما يعني منوقف لحتى يكون راحة تامة ما فيه اي ألم بالمكان الاصابة تمام وهيدي بتعود لنوع الاصابة يا بيحدد الطبيب يا بيحدد الطبيب ويحدد الراحة اللازمة يا ممكن تكون اصابة عادية انعالجها بمسكنات وراحة كل يوم ومرهة بشكل شخصي يعني بشكل فردي ممكن العلاج تمام كوتش لما بيرجع اللعب من الاصابة يعني انتو بتتابع وضعه بيضل يعني هو بفق حالي خاصة ولا لا بيرجع لتمرينه طبيعا لا من تابع وضعه بدنا نعرف التمرين اللي عمله الاصابة بدنا نشوف اذا لعبه بده يرد يكون فيه ألام بدنا نخفف مثلا مثلا هو كان يحمل السيخ المعين بدنا نخففه بعدين ونفوت فيه تدريجه الخطة التدريبية ممكن تختلف فيه عضلات مرافقة يسبب له آلام فيها حركات معينة ما يحسن يعملها فمنرجع تدريجين لحتى نخويله مكان الاصابة تمام وممكن نكون عنده مراقبة أكتر يعني من الأول مشان ما يرجع ينتكس يعني باصابته تمام اهم شي كوتش هي الوقاية يعني الوقاية خيرو المقنطر علاج فكيف نحن منقدر نقيا حالنا من الإصابات الرياضية؟ هلا شيء أساسي وخاصة هلا للعيبة وخاصة هلا مثلا بأجواع البرد الشتوية فالإحماء الرياضي تسخين العضلات هو كثير مهم لازم نعمل إحماء جيد عامل الجسم وإحماء خاصة العضلة اللي بدنا نمرنا فالإحماء الرياضي هو كثير مفيد وكثير بيحمينا من الإصابات لأننا نحن نكون سخلنا العضلة هنا الابتعاد عن المنشطات يعني كثير بيسببه أمراض وإصابات رياضية تنفيذ التمرين بشكل صحيح ونسمع كلام المدرب ونلتزم فيه هادي أهم شيء هادي أهم شيء وأنتو أكتر نقطة تعانوا مننا وخاصة برجع بخلك مو نخلي تغنب التمرين مثلا تماما لاعب مو يخلد اللعب محترف هادي أكتر عمض صيح صحيح الاحتراع فيها بيصير بقى موضوع آخر أكيد يعني وهو بيكون إلهم برامجون الخاصة برامج خاصة وحياة الرياضية الخاصة أيضا بضمن هذه اللعبة تمام في إضافات تانية كوتش للنصائح بتحب تضيفها؟ لا نصاح هيك تمام أكيد ده نحن بنتمنى يعني السلامة للجميع ما يكون في أي إصابة رياضية وأكيد بي طبعا إشراف كوتش يكون عنده خبرة يعني مثلك كوتش ومثل كتير طبعا الكوتشات الممكن ينتبهوا على هذا الموضوع ويدققوا على هيدا النقاط اللي هي فعلا أساسية لأنهم على الأسف منلاحز بعض مدربين الرياضة أنه فقط هني تجاريين ما بيهمهم صحة اللاعب ما بيهمهم أكيد أيضا السماع خلينا نقول تماما عم نعاني من هيدا الموضوع لهيك فعلا كتير مهم اختيار الكوتش المناسب وأيضا اختيار الرياضة المناسبة والتمارين المناسبة اللي ممكن نحنا تفيدنا شكرا كتير لأيلك كوتش عامر خليل أهلا وسهلا فيك يعطيك ألف عفل أكبر أمين